ذكر من سحر له من سحر له السحر حرام وكفر بالله عز وجل ويفساد في الأرض فمن طلب من الساحر أن يعمل السحر له ليضر به أحدا من الخلق فإنه شريك للساحر لأنه رضي بهذا فطلبه هو شريك للساحر في الإثم والعقوبة من الله سبحانه وتعالى فهذا فيه التحذير من السحرة والابتعاد عنهم وعدم ذكرهم عدم الاتيان إليهم أو طلب شيء منهم لأنهم كذبة فجرة مفسدون في الأرض نعم